السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في قناتنا اسمع وأسمع اليوم ستكون بداية جديدة للقناة وسنبدأ دروسنا بسبع نصائح لتتعلم أي لغة ومنها اللغة العربية النصائح هي أولا ابدأ بالسهل لا تبدأ بالصعب ابدأ بالجمل القصيرة وبالكلمات التي يكون معناها سهل إذا كنت تريد أن تتعلم اللغة العربية اعلم أول قاعدة اللغة العربية مشتقة ما معنى مشتقة يعني كتب كاتب مكتوب مكتب كلها من كاف تاب لا اصنع جملا بسيطة كتب الكاتب الكتاب هكذا تكون قد سجلت في مخزونك اللغوي ثلاث كلمات كتب كاتب كتاب وتكون قد سجلت جملة ذات معنى أيضا مثال آخر درس الدارس الدرسة سجلت درس ودارس ودرس هذا في اللغة العربية القاعدة الذهبية اسمع اللغة من أهلها اسمع الإنجليزية من الإنجليز واسمع العربية من العرب واسمع التركية من الأتراك هكذا تتعلم اللغة بلفظها ونطقها ويعتاد دماغك على سماع النطق والتلفظ الصحيح للكلام هناك قاعدة مهمة الدماغ يعمل وأن تنام لا مانع من أن تنام على صوت اللغة التي تريد أن تتعلمها اختر نصا بسيطا تستطيع النوم عليه ودع دماغك يسجل وأنت نعم النصيحة الرابعة عليك بقصص الأطفال القصص التي تكون مكتوبة بمستوى يتفق مع مستوك لكل لغة مستوى ولكل متكلم المستوى المبتدئ المتوسط المتقدم إذا كنت مبتدئا اختر القصص التي تكون مؤلفة للمبتدئين استمع إلى هذه القصص فنحن أطفال في اللغات التي لا نعرفها الآن التقنية توفر لك أشياء مهمة التقنية توفر لك نصوصا ومقالات إذا كان مستوك متوسطا حاول أن تقرأ مقالا باللغة التي تتعلمها واختر المقالة الذي يكون فصيحا ويكون من اللغة المستعملة لا تنسى كلمة اليوم في الشارع في الطريق في الحافلة في الأماكن التي تتحرك بها اختر كلمة وراجع تعدداتها مثلا باللغة العربية كما قلنا راجع مشتقاتها كتب كتب الدرس كاتب يكتب الكتاب مكتوب رسالة نكتبها واسمها مكتوب ونقول أيضا النص المكتوب والكتاب مكتوب أيضا النصيحة السابعة والأخيرة صادق صديقا من أهل اللغة التي تتعلمها وتكلم معه إن استطعت يوميا عاشر دقائق فهذه من أهم الوسائل في أن تربي نطقك وسمعك على اللغة التي تتعلمها كانت هذه نصائحنا لهذا اليوم وإن شاء الله سنستمر بعد أيام بدروس لتعلم اللغة العربية اسمع وأسمع شكرا لكم وإلى لقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته